انا بتتابع النهاردة زواج الامير هاري من الممثلة الامريكية ميجان ماركل ومتابعة الناس اللي قضايا طبعا من هذا النوع هو ده جزء من طقوس الملكيات الاوروبية يعني والامير هاري هو الابن الثاني للاميرة ديانة صاحبة المأساة الكبيرة يعني ثاني اكبر الابناء وهو في هذا الزواج بيحطم كل تقاليد الملكيات الاوروبية القديمة عايز اقول لكم ان الملكيات الاوروبية كانت دائما بتتمسك بمجموعة من التقاليد والقواعد الصارمة جدا يعني يعني منها عدم الزواج من اجنبية منها عدم الزواج من مطلقة ميجان ماركل امريكية ومطلقة وبالتالي لو عايزة استعيد معاكم انه في ملك في انجلترال ادوارد الثامن تنازل عن العرش لان اللي بيحبها ميزيس سيمسون امريكية ومطلقة فاجبرة على التنازل عن العرش لانه ما ينفعشي تجوز اجنبية وما ينفعشي تجوز مطلقة فشوفوا ازاي الملكيات الاوروبية حتى بتتطور بشكل كبير وبدأوا كمان انه ما فيش مانع انه حتى الامير يتزوج من بنت ليست ارستوكراطية يعني وممكن تكون مطلقة ده كان في الماضي مستحيل الى حد زي ما بقولكو يتم اجبار ملك وهو ادوارد الثامن لما احب ميزيس سيمسون الى التنازل عن العرش خصيصا من اجل ذات كمان اقولكو واقع الملك اخوان كارلوس ملك اسبانيا كان بينصح ابنه في ليبي السادس قال له اوعى تتجوز واحدة مطلقة شوفوا عقلياتهم في الملكيات زي عقليات المجتمع المصر احيانا يتعامل بدا ايضا بتتجوزش واحدة مطلقة ليه قال له لان ما تخليش في يوم الايام حد يقولك انه ضاجع زوجتك انه ضاجع الملكة فده يبقى وصمت عار يعني شوفوا حتى الملكيات الاوروبية ده الملك اخوان كارلوس بيقول لابنه في ليبي السادس حتى الملكيات الاوروبية بتتعامل يعني حتى وفقا ليه فيه عقليات شرقية كده لا تتزوج من المطلقة اصلها يعني كانت متزوجة من شخص اخر يعني فده يبقى عيب وعار هما كانوا كده بدليل زي ما قلتلكم نصيحة الملك اخوان كارلوس لابنه يعني وايضا زي ما قلتلكم كان صعب جدا في الملكيات الاوروبية سواء بقى في السويد في الدنمارك في هولندا في كل الملكيات الاوروبية انهم حد ممكن يعمل كده لكن خلاص فيه واقع بيتغير بدأوا يتخلوا عن هذه التقاليد الصارمة اللي زي ما قلتلكم كانت تؤدي الى التنازل عنها رش تجبر اي شخص على انه يتنازل عنها لم تعد موجودة لانه التفكير بيتطور حتى داخل هذه الملكيات تعالوا نشوف هذا التقرير اللي رصد حالها وطبعا الناس هي بتشوف ده مش ده اللي بيجيب السعادة بدليل انه انه ام الامير اللي بيتم الاحتفال بزواجه انتهت حياتها بمأساة واحدة من اكبر المقاسي التي يتحدث عنها الجميع ومأساة الاميرة ديانة بجمالها كله باعمالها الانسانية بحب الناس لها الشديد لكن مع ذلك عانت في حياتها الزوجية ودفعها ذلك الى خيانة زوجها حسب ما اعترفت هي كمان وادى ده كمان الى المأساة الاخيرة اللي قدت الى وفاتها او مصرعها مع دودي الفايد في الحادث الشهير زي ما قلتلكم مش دي السعادة يعني البعض ممكن يعتقد من مظاهر البزخ والفخامة والطقوس اللي شفناها جميعا كلا حد انه بيتحول الى مشهد سياحي يعني يأتي السياح من دول العالم المختلفة لمشاهدة هذا الزفاف يعني لكن ده يعني مش هي دي السعادة زي ما قلتلكم النوديانة اللي ربما اشهر من تصدر هذه المشاهد دائما واللي احبها الناس بالشدة بسبب عطائها الانساني انتهت حياتها بمأسا يعني يمكن للحياة البسيطة كمان انها يعني تكون اكثر سعادة يعني لان الناس طبعا بتتابع ده على اعتبار انه وكأنها جزء من المعالم السياحية يعني او مجتمع يتخيل البعض انه مجتمع ليس بشريا لا او مجتمع بشري تماما وزي ما قلتلكم حتى بدأوا يتخلوا عن التقاليد الملكية اللي كانوا بيعتبروها مقدسة لا يمكن التنازل عنها قبل ما نطلع